موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو الخامس من السلساء تتكلم على معادلات Dynamic Array زي ما اتفقنا المعادلات دي موجودة بس في الناس اللي عندها اشتراك Office 365 لو انت ما عندكش Office 365 مش هادر تستمتع او تستخدم المعادلات اللي احنا هتكلم عنها النهاردة هنتكلم على واحدة من اشهر المعادلات اللي الناس تكلمت عنها بعد ظهور Dynamic Array وهي X Lookup هنشوف سبع مميزات جديدة طبعا ال X Lookup هي التطور او ال Evolution بتاع معادلة V Lookup المشهورة اللي الناس كلها تستخدمها في ال Excel هنشوف سبع مزايا جداد اول واحدة هنشوف انها ممكن تعمل Vertical Search يعني بحث بشكل افقي ممكن كمان تعمل Horizontal Search يعني بحث بشكل رأسي طبعا كنا كنا نستخدم لها حيسمها H Lookup دلوقتي معادلة واحدة بتعمل Vertical Horizontal اللي هي X Lookup كمان هنشوف انها ممكن تعمل Multi Dimension يعني ممكن تمشي في اتجاهين افقي ورأسي مع بعض وتجيب التقاطع ما بين الافقي والرأسي فممكن تمشي في اكتر من dimension هنشوف كمان مثل الExact والAproximate Match بيشتغلوا في X Lookup مختلف شوية عن اللي موجود في V Lookup الLOOKUP ممكن تبقى على الشمال او على اليمين لا يوجد مشكلة احنا كنا لازم نحط الField اللي فيه الLOOKUP لازم نحطه على الشمال خالص دلوقتي ما عندكش مشكلة X Lookup مش فارق معها الترتيب لان الArray بتاعة الLOOKUP منفاصلة خالص الRTURN Array كمان هنشوفت ممكن ترجع صف بالكامل بدل ما ترجع قيمة واحدة وتضطر تعيد المعادلة اكتر من مرة لو عايز اكتر من قيمة جوه نفس الصف لا ممكن بمعادلة واحدة ترجع صف بالكامل واخر حاجة موجود جوه الExcel Lookup ازاي ممكن تعمل Value If Error اللي كنا بنعملها زمان بمعادلة If Error اللي كنا بنحطها بشكل مستقل عن V Lookup او بنحطها مع بعض ولكن معادلة منفاصلة دلوقتي الفيتشور دي موجودة جوه الEx Lookup لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود للExcel Workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه ماشتقتش في القناة لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك موتيفيكيشن لما نعمل فيديوهات جديدة المثال الاول معنا زي ما نشوف حرك على الشمال هنا فيه جدول صغير فيه اسعار وفيه ايتمز ادي الايتم وادي السعر والمطلوب ان انا اعمل vertical search زي ما انت شايف الجدول ماشي بشكل افقي ومطلوب مني ان انا ابدأ اعمل search على السعر بتاع الهلمت عن طريق استخدام خد بالك ان الاسعار على الشمال واسامي المنتجات على اليمين ممكن تشتغل في اي اتجاه نقرب شوية كده ونبدأ نكتب مع بعض وانا واقف على الخانة بتاع البرايس ابدأ اكتب equal اول ما اكتب XL اول اختيار ليا هو XL حدوس على tab ونبدأ نكتب المعادلة اول حاجة بيسألك على lookup value تمام زي VLOOKUP الlookup value بالنسبة لنا هي الهلمت فهيختار I4 وبعد كده عايز الlookup array خد بالك كان بيطلب منك قبل كده الاري كلها على بعض في VLOOKUP لكن المرة دي قال لك الlookup array هدور فين حضرتك طيب هروح ادور في الlookup array اللي هي اكيد الايتمز فهختار الايتمز كلها على بعض اللي هي range من C3 لحد C6 وبعد كده الطلب الثاني عايز منك ال return array ارجع القيم اللي انت عايزة منين هرجع من الليستة بتاعة ال prices هختارها لوحدها بشكل مستقل خد بالك زمان كنت بختار الاثنين مع بعض طبع كده انا عايز ترجع لي من ال column التاني او التالت او الرابع او هكذا ولكن المرة دي بختار كل واحدة بشكل مستقل عشان كده ما يفرقش معانا اليمين للشمال طيب بعد كده هنعمل كاما اللي بعد كده اختياري زي ما انت شايف ادي عندك واحد الlookup value اتنين lookup array تلاتة return value دول التلات حاجات الاكباريين الحاجة الرابعة بعد كده اختياري بيقولك ايه اللي يحصل لو ما الاناياش انا عايزك تكتب لي message تقول لي not found قبل كده كده كنا نتطرد نعملها بحاجة اسمها if error وبعد كده نعمل كاما اختياري تاني بيسألك على match mode لو تفتكر كان عندنا false و true في vlookup كنا بنقول له exact match يعني false اللي هي zero وده ما كانش default كان لازم تكتبها بايدك تكتب false او تكتب zero لو انت عايز approximate match كنت بتسيبها فاضية الexlookup بالوقتي العكس تماما لو عايز exact match اللي هي zero هو ده default لو عايز approximate match بتختار اما minus one او بتختار one وهنتكلم عنهم في المثال الجاي فمعنى كده لو هي default zero ممكن ما تكتبهاش ممكن اعمل backspace اشير القما واعمل اقفل بتاعة الexlookup ودوس على enter وجاب لك سعر الهلمت زي معاك شايف ما فرقش معاك خالص اذا كان الايتم موجود على الشمال او موجود على يمين طيب نفس المعادلة بالزبط ممكن نستخدمها لما نعمل horizontal match بس المرة دي هنعمل approximate match زي ما حاك شايف جدول صغير في discount مع quantity لما يكون quantity 0 لغاية 10 discount 0% من اول 10 لغاية 20 discount 5% من 20 ل30 discount 10% اكتر من 30 او 30 وانت طالع discount 15% انا محتاج اكتب هنا quantity واشوف ادور على discount المناسب قدامها هنستخدم برضو xlookup وانواقف على j10 هدوس equal xl او المعادلة xlookup tab يلا نكتب مع بعض واحدة واحدة lookup value اللي هي quantity الثلاثين اختارها نعمل كما عايز lookup array هدور على الثلاثين دي فين هدور عليها وسط الquantity خد بالك بختار array بالعرض مافيش اي مشكلة xlookup بتشتغل بالطول بشتغل بالعرض horizontal و vertical وبعدين return array طبيعي عايزة يرجع لي discount وبعد كده if not found انا مش فارق معاي if not found دلوقتي ان غالبا اي رقم هحطه طالما اكبر من صفر لازم هيلاقي له حاجة فانا فيش مشكلة مش محتاجها فهعمل كما عشان اسيبها فاضية وتنقل على اللي بعد كده اللي هو match mode خد بالك فيه حاجة اسمها negative one وحاجة اسمها one طب تعالي اقرا كده مع بعض قالك لو قلت negative one هيختار exact match او next smaller item لو اخترت one هيختار next larger item طب تعالي نجرب one الاول ونشوف انا هختار واحد فمعنا كده انا اخترت exact match يعني هيختار اما يلاقيها بالزبط التلاتين يلاقيها بالزبط او يختار لك ال value اللي اكبر منها تعالي نقفل القوس على كده وندوس enter طبعا التلاتين exact match طلع 15% طب جرب الصفر ادى لك صفر في المية طب واحد ادى لك خمسة في المية مش ده المطلوب انا عايز الواحد لغاية عشرة يديني بردو صفر في المية فمحتاج ارجع تاني واعمل edit تعالي نختارها تاني دابل كليك عليها والواحد دي هخليها مينس واحد اللي هي لو تفتكر كانت ايه كانت or next smaller item وندوس enter الواحد بقت صفر في المية لغاية التسعة صفر في المية لو كتبت عشرة بقت خمسة في المية لو روحت على تسعة وعشرين لسه عشرة في المية خد بالك التسعة وعشرين ما بين العشين والتلاتين اختار الاصغر اللي هو العشرة في المية من بداية التلاتين حيبدأ يديني الخمسة في المية اكبر من تلاتين وليكن كونتي مية مثلا هيفضل يديني برضو ال 15% هنروح على المثال رقم 3 على الشمال هتلاقي جدول اكبر شوية عبارة عن data base للموظفين فيها الاسم الاول والاسم التاني والstuff id خد بالك مش على الشمال الموجود فيها حتى ما يفرقش معايا كمان الفول نيم موجود date of birth او بتاريخ الميلاد العنوان انا بس حطت المحافظة بعد كده تاريخ التعيين والباند ABCD وهكذا وبعد كده الحالة الاجتماعية مطلوب مني في المسال رقم 3 ان انا اعمل return complete row ان انا عايز اعاد الحركة ال id ومن ال id تديني بيانات الشخص بالكامل ازاي ممكن نعمل كده xlookup سهلة جدا equals xl او الاختيار اعمل tab lookup value اكيد هو ال id lookup array اكيد اعايز ال column بتاع ال id فهاختار من اول c2 ودوس على shift و control وساهمل تحت عشان اختار ال column بالكامل هاعمل كما دي خلاص lookup array return array حركة انا عايز ايه بقى return array المرة دي انا عايز ال table بالكامل يبقى return array الجدول بالكامل وبعدين اعمل كما وعايز اقول له if found if not found ممكن اقول له لو سمحت check ال id match mode هنسيبه default اللي هو zero اللي هيكون معناه exact match وانسي دوست على enter زي ما حراك شايف كده رجع لي record بالكامل رجع لي الصف بالكامل الاسم وكل البيانات لغاية الحالة الاجتماعية في المثال الرابع محتاج استخدم ال wildcard يعني ايه استخدم wildcard يعني بدل ما استخدم الاسم بالكامل عشان اعمل search زي ما انت شايف ادي first name وانا حضط حرف n اعايز اقول له لو سمحت لما يكون يحتوي على حرف ال n با استخدم معها wildcard يعني ايه ال astric تعتبر wildcard او العلامة الاستفهام تعتبر wildcard ال astric بتعبر عن اي عدد من الحروف لكن العلامة الاستفهام بتعبر عن حرف واحد تعال نشوف هنعمل كده ازاي برضو باستخدام ال xlookup حقف هنا واقول له equals xl اول معادلة جات لي xlookup ال lookup value المرة دي اعايزها ال n بس مش ال n اللي وحدها لان انا عايز اقول له لو سمحت لما تكون تبدأ ب n فمعنى كده اقول له عايز الاسم اللي يبدأ ب n ومعا اي عدد من الحروف عشان اقول له الكلمة دي محتاج اعمل join يعني اعمل عملية ال and وبعدين جوه double code احط له ال astric كاني بقوله لو سمحت اي حاجة فتبدأ ب n وفيها اي عدد من الحروف لو سمحت هتهاري ده ال lookup value بتاعنا ال lookup array for sure هروح ادور على الليستة بتاعة ال first name هاختار ال first name column بالكامل و return array نفس الوضع بالزبط هاختار الجدول كله بالكامل عشان انا محتاج البيانات كلها على بعض في صف كامل وبعد كده if not found ممكن اقول له لو سمحت not found مثلا نكتب له not found وبعد كده مهم جدا match mode عندي ادي options بتاعة match mode زي ما حضراك شايف قلنا zero exact match وقلنا minus one والone اتكلمنا عنهم المرة دي هاختار two اللي هي wildcard character match معنى كده انا هستخدم ال wildcard ففي الحالة دي هستخدم رقم اتنين في المعادلة بتاعتنا نقفل ال bracket وندوس enter بص معايا جاب لي اول اسم بيبدأ في حرف ال N اللي هو اسم نجلة تعال نروح نبص كده مع بعض على ال table ونشوف شكل الدنيا فيها ايه بص حالك اول اسم الكامل ما فيهوش N تاني اسم دينا ما فيهوش N الاسم التالت نجلة وبالفعل جابهولك طب هل فيه اسمي تانية بحرف ان اه فيه نادر وفيه نادين ولو نزلت تحت هتلاقي اسمي تانية فيه نجوة واسمي اخرى طب ليه جاب لي اول واحدة ليه بقى تعال نبص ليه خش تاني على formula bar ونعمل edit ونشوف هنا بيقولك ايه في حاجة اسمها search mode لو عملت كما بعد add search mode عندك search first to last يعني من الاول للاخر والكود بتاعها واحد وهي ال default فهو بدأ من الاول للاخر وجاب لك اول اسم موجود ممكن اعكس القصة دي واقول له minus one لو عملت double click عليها دي ودست enter كتاب لي هو minus one في الاخر يعني بقول له لو سمحت اعكس ترتيب search ودست على end هتلاقي جاب لي اسمي تاني اللي هو اسمه نيهال لو رحت على الشمال ونزلت تحت خالص في الجدول بتاعنا هتلاقي فعلا اخر اسم اللي هو نيهال فعن طريق search mode ده قدر اعكس ال direction بتاع السرش يما ابدأ من فوق لتحت او ابدأ من تحت لفوق المثال اللي بعد كده مثال رقم خمسة ظريف جدا ازاي ممكن اعمل search باثنين criteria فعايز الفيرست نيم يكون اسمه عمر وعايز الراجل يكون عنوانه في محافظة اسوان طب ازاي نعمل الكلام ده تعال الاول نشوف احنا بتتكلمنا قبل كده على ال dynamic array وزاي بتشتغل تعال نبدأ كده نعمل مقارنة في الحتة دي ما بين الفيرست نيم اللي هو عمر اللي انا اخترته ده تعال نعمل equal عمر وبعد نروح نعمل مقارنة حضرتك بالفيرست نيم column بالكامل وندوس على enter زي ما انت شايف هيعمل لي شرحناها قبل كيف في الفيديو الاول زي ما انت شايف عمل لي listة بتروز ان فولز وكل ما بيلاقي match بيكتبلك true لو نزل تحت شوية برضو هتلاقي برضو حد اسمه عمر فهنا عمل لك true طب تعال نعمل نفس الكلام في محافظة اسوان هقف هنا واعمل equal وروح اختار اسوان واعمل equal تانية وروح اقارنها بالcolumn بتاع المحافظات ودوس enter هيعمل لي listة تانية بالفولز والترو خد بالك لما true criteria تحققه هلاقي true جنب true يعني هنا بص على اللاين ده هتلاقي عمر وفعلا موجود في اسوان true force مش هتساعدني قوي محتاج احولها ل zero او one فبمنتها البساطة لو خدت اول column وضربته في column الثاني ودوس enter خد بالك احنا شغالين في dynamic array فممكن استخدم الhash pound وكنا كلمنا عنها في الفيديو الاول وفي الفيديو التاني هتلاقي اللينكات بتاعتهم موجودة دلوقتي لو استخدمت الhash pound سيختار الـ spelled array كلها ودوس enter فهتلاقي true والفولز دول تحوله الى zeros و ones وهتلاقي الماتش بتاع حرك موجود جنبه one اهو true مضروبة في true بتدي one false مضروبة في false بتدي false او بتدي zero وبرضو true لو ضربتها في false هتدي لك zero طب افضا انا عايز كل الكلام ده في معادلة واحدة مش محتاج اعمل كل الـ steps دي مفيش مشكلة تعال ناخد المعادلة التانية دي ونعمل لها x control x عشان ناخدها copy ونروح جوه المعادلة الاولانية اول معادلة هعطها between two brackets وبعد كده اعمل علامة ضرب وبعد كده افتح قوس عشان معادلة التانية و control v واقفل الناحية التانية القوس من الناحية التانية كده بس انا جمعتهم كلهم في column واحد يبقى عندي اكتر من column طب ده يعطو بx lookup بسيطة جدا احنا عارفين زي ما قولنا الـ lookup الـ lookup array منفصلة عن return array فاقدر استخدم ده as lookup array وreturn array بتاعتي هتبقى table باستخدام الـ lookup وبدل ما اعمل search على two values هعمل search على الone d ادور على الone d فبالتالي حاجة هنا هو في المكان بتاع المعادلة واكتب equal xl add x lookup اعمل tab الـ lookup value اعيز دور على one وبعد كده اعمل الـ lookup array مفيش اي مشكلة خالص الـ lookup array منفصلة تماما عن الجدول بس ممكن اختارها طالما هي نفس الحجم وبتبدأ في نفس الـ row وبتنتهي في نفس الـ row مفيش اي مشكلة خالص ممكن تكون منفصلة عن الجدول كما الـ return array المرة دي زي ما اتفقنا عايزين يكون الجدول بتاعنا بالكامل من غير الـ header و if not found ممكن اقول لو سمحت check your input match mode بتاعي هيكون exact فممكن نقفل على طول ودوس enter بص كده حضرتك جاب لي ايه؟ جاب لي واحد اسمه عمر راغب اللي هو موجود هنا هوا بالزبط ادي عمر راغب وساكن في اسوان و ادي الـ record بتاعه بالكامل ساكن في اسوان وكله تمام طب هتقول لي طب انا كده مضطرة اعمل helper chrome لا خالص انت ممكن تاخد كل المعادلة دي وتعمل control x وتروح جوه المعادلة بتاعت حضرتك فين الـ lookup array هو اختارها لك control v بقت الـ lookup array بتاعتك عبارة عن المعادلة اللي احنا عملناها مع بعض وبعدين ندوس enter حيدي لك نفس النتيجة بالزبط اعملت معادلة مركبة في نفس السطر والناتج بتاعك طلع ضريف جدا مفيش اي مشكلة خالص تعالا بعد كده نرجع بقى المثال الاخير اللي هو مثال نمرة 6 ازي ما انت شايف انا مركب 2 examples 1 و 2 مع بعض يعني عامل ايه؟ واد الـ quantity وفي النص الاسعار فالـ item حسب الـ quantity اللي موجودة بيدي لك السعر اللي هو اعايزه ازي ممكن نعمل الوضع مع بعض هنعمله عن طريق 2x lookup تعال نشوف ازي ممكن تتعامل الـ x lookup الاوليه طبيعي ان انا هبقى عايز ادور على البايك تعال نعمل كده ازاي؟ هقول له والله equal واد الـ x lookup دور لي والله على البايك دور لي عليها في لستة الـ products و الـ return array ساعتها من فضلك عايزها تكون الـ table بالكامل في الحالة دي عايز ايجزاكت ماتش فمش محتاج اكمل ممكن اقفل وادوس انتر جاب لي فعلا زي ما انت شايف اهو listة الاسعار اللي قدام البايك اهو لو اخترت كده وتعالى نديهم حتى لون عشان نبقى شايفانها بالزبط نديها لون مميز طب بعد كده انا عندي الـ quantity تعالى نعمل نفس الحكاية مع الـ quantity تعالى نعمل equals و x lookup و نقول لو سمحت الـ lookup value المرة دي هي خمسة عايزك تدور لي عليها في الـ lookup array اللي فيها الـ quantities اللي موجودة هنا هو و return array نفس الكلام هيكون الـ table بالكامل ولكن المرة دي مش بحتاج طبعا if found دلوقتي هو بيسألك على if not found نعمل ايه فحاوله ما تعملش حاجة مش محتاجها ولكن انا محتاجه اقول له approximate match بنفس الطريقة التانية وهستخدم minus one في الـ approximate match عشان يجيب لي next smaller item لو ملقاش الرقم بالزبط وبعدين اقفل الـ cost ودوس enter هذه الخمسة اللي انا كنت مختارها تعالى نشوفها يا الخمسة واقعة بين الخمسة والعشرة فمعنى كده هياخد الاسعار اللي موجودة عند الزيرو فأدي اسعار موجودة عند الزيرو اهو لو عملت حركة نهو ديتها لون تاني مختلف فأدي حركة ده اللي انا عملناه قدرنا نطلع السطر ده وقدرنا نطلع العمود ده والسطر ده واكيد اللي انا محتاجه هو الانترسكشن ما بينهم اللي هو الـ quantity 5 مع البايك طب ازاي اعمل الكلام ده هنا مفيش اي مشكلة خالص حضرتك كل اللي مطلوب منك انك تحط المعادلتين جوا بعض ادي اللوكاب الاولاني او الـ X هاخد الـ X-LOOKUP هاخدها كده كلها من غير الـ equal وقل له control X ادي X-LOOKUP التانية لو مش هنا مع المعادلة الـ lookup value هتكون هي الـ bikes مفيش مشكلة الـ lookup array نفس الكلام مفيش مشكلة اللي هي انا بدور فيها على الـ bikes لكن الـ return array ساعتها هتكون معدد X-LOOKUP التانية فوانا مختارها ادوس control V وادوس enter الف مبروك ادي الـ 1500 كل بس انا محتاجوا دلوقتي اخد المعادلة كلها control X وروح اطف مكانها عشان يبقى الشكل كويس ادي 1500 تعال بقى نجرب نغير كده الـ quantity بدل ما كانت خمسة خليها 15 المفروض يحركني يجيب لي الليستة بتاعة 95 لغاية 143 وساعتها السعر هتكون 1425 فادوس enter مزبوط السعر هتكون 1425 تعال نغير نحط حاجة زي الشورتس بنفس الـ quantity 15 المفروض يجيب لي السعر اللي هو 238 انتر ادي 238 مزبوطة 100% ده كل حاجة عن X-LOOKUP حاولنا نلخص كل الـ features اللي موجودة فيها اعتقد جميلة اقوى كتير من V-LOOKUP المرة الجاية هنتكلم على filter شكرا جدا لوقتكو وقبل ما سيباك اشترك وعمل لاك للفيديو لو عجبك واسب لي تعليق وشوفكم في فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته